ومن الدوحة إلى المنامة فقد كشفت العملية التي نفذها الأمن البحريني أمس عن حجم المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة القوات الأمنية القتل قبضة على عشرات المطلوبين وعلى متورطين في قضايا إرهابية لكن هذا الحدث الذي يفترض أن يكون محليا وأمنيا بحتا لا تضع له إيران نفس العنوان ولا يفهمه حزب الله بذات المعنى ذلك أن محاولات ضرب أمن البحرين هدف لهؤلاء وما يتحقق من انتصارات أمنية ميدانية في المنامة قد يبدو نكسات وهزائم في طهران عمليات أمنية في البحرين أسفرت عن القبض على عشرات المطلوبين أمنيا ومن الذين سعوا لزعزعة استقرار البلاد الداخلية البحرينية أعلنت أنه خلال اقتحام قوات الأمن لقرية الدراز شنت مجموعة إرهابية هجوما على القوات الأمنية بالقنابل اليدوية حيث أصيب نحو عشرين من رجال الأمن بإصابات مختلفة مما استدعت تعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة السلطات أكدت القبض على خمسين شخصا من المطلوبين أمنيا والفرين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل عيسى قاسم خلال العملية الأمنية تمكنت القوات من إزالة جميع العوائق والحواجز التي وضعها الإرهابيون لإغلاق الشوارع ولتعطيل حركة العامة وفي المقابل أفادت الوزارة في بيانها بوفاة خمسة وإصابة ثمانية آخرين من الخارجين عن القانون مشيرة إلى التحقيق في أسبابها ودعما للعمليات الأمنية الجارية في البحرين أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول خليج العربية عبداللطيف الزياني بالجهود الأمنية في البحرين لملاحقة المخالفين للقانون مشيرا إلى أن العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز أثبتت كفاءتها واستعدادها لأداء واجبها الوطني في الحفاظ على سلامة وأمن البحرين ووضع حد لانتهاك القوانين من قبل عناصر إرهابية لا تريد للبحرين خيرا المملكة العربية السعودية أيضا أكدت أن أمن واستقرار مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها ودول مجلس التعاون الخليجي وشدد بيان الخارجية السعودية على دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تتخذها البحرين في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها كما عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش عن ترحيبه بهذه العمليات مؤكدا أنه لا يمكن لدول الخليج العربي بأن تقبل بالكيانات الموازية للدولة مشيرا إلى أنه عبر ردود فعل إيران وحزب الله على إجراءات مملكة البحرين ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في الدراز معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار إذن يعني عملية أمنية بحرينية مهمة لإنهاء هذا الكيان على الأرض ودعم من دول الخليج بشكل قوي هنا هذا الدعم القوي فيه رسالة واضحة إقليمية لمن كان يدعم هذا التشكيل على الأرض برأيك الآن الدور التحريضي التي قامت به بعض الأذرع مثل حزب الله علنا في بياناته إيران أصبح يواجه ليس فقط البحرين وإنما في تعاضض من دول الخليج العربي كلها للوقوف ضد هذه المحاولات أعلى وسهلا فيك سيد يوسف مساء الخير عليك والسادة المشاهدين أكيد يعني موقف المملكة العربية السعودية مثل في وزارة الخارجية موقف الأمين العام لمجلس التعاون موقف وزير الدولة للشؤون الخارجية الأماراتي الدكتور قرقاش كذلك يعني موقفنا نحن في الخليج وكأبناء لهذه المنطقة الهامة في العالم جميعنا نرى التفوق الذي تقوم به القوات البحرينية يعني ممثلة في جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الساد يوسف تكلم رئيس الأمن العام البحريني في مؤتمر صحفي تقريبا كان الساعة الخامسة ونصف للساعة السادسة نعم عن هذه العملية وعن الكيفية التي قامت بها أجهزة مكافحة الإرهاب والعدد الكبير الذي تم عليه أو تم القبض عليه يعني حضرتك في التقرير سمعت أنه يقول العشرات تخيل أن العدد كان 280 شخص الذين تم إما القبض عليهم أو إما طلاق النار عليهم وانتهت أنه توفى هذا العدد الكبير يعني خلينا نحط سؤال هنا الساد يوسف نعرف داعش منظمة أعلنت عن نفسها وقالت نحن لنا توجهات الانقلابيين في اليمن لهم توجهات حزب الله لهم توجهات ولكن عندما تتحدث عن أبناء البحرين أنفسهم هم من يقوم بهذه العمليات للأسف طبعا هم أبناء البحرين في الأول والأخير يعني للأسف أنه استمعوا أو يأخذون التوجيهات من إيران مباشرة يعني الشيخ عيسى قاسم بدخوله للسجن هذا ما يؤجج الصراع يحاولون تأجيج الصراع بأن يكون الصراع طائفي وليس الصراع أو الحركات التي يقوم بها هؤلاء المخربون خروج عن النظام لأهداف واضحة إما نقص في الوظائف أو 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 لا إنما يريدون أن يقلبوا هذا الصراع الطائفي المذهبي الذي هو نفس الدستور أو نفس نقطة الدستور التي دائما تتكلم مع حضرتك فيها والأخوان في القنوات الفقرة التي تنص على نشر الثورة خارج إيران ودعم الجماعات التي يعتقدون أنها متظلمة هذا هو المؤلم في الأمر ولكن ما قامت به قوات أجهزة مكافحة الإرهاب في البحرين قامت بعمل جبار قامت بعملية نوعية قامت بمواجهة التحدي مع الموافقة على كافة الأنظمة والقوانين في البحرين اليوم رئيس الأمن العام يتحدث يقول أنه أخذنا الأمن أخذنا الموافقة من النيابة العامة وبلغوا قبلها بـ 48 ساعة ومن ثم تم اجتياحهم أحد الصحفيين سألوا قالوا يعني أنت كيف تنبههم على أن تبلغونهم قبل 48 ساعة إما يفكون الاعتصام وإلا سوف تداهمونهم رجعت الإنسانية عند الأخوان في الأمن العام هؤلاء أبناءنا في البحرين لا بد أن نقف وأن نحاول أن نعيدهم إلى الصواب هذا هو العمل الإنساني الممنهج والتحدي القوي يعني تخيل بالله قرية الدراز قرية قديمة أنا أعرفها شخصيا شفتها قرية شوارعها للأسف ليست بالشوارع كما هو المنامة بجمالها بشواطئها بعمايرها الدرازة منطقة لم يحاول أهلها أن يخرجوا ويتعاونون مع البلد حتى يعني يندمجوا ضمن أو يكونون ضمن المكون الرئيس لدولة البحرين جنسيات بحرينية أبناء مواطنين لا ارتأت النظام وارتأت النظام الإيراني بأن يدخل من هذا الشق بأن لكم هناك مظلومية أن مناطقكم ليست بالمناطق التي يجب أن تكون تخيل على فكرة في نقطة مهمة يتحدثون عن مسجد جامع هناك يصلون في صلاة الجمعة عندما تم القبض على المدعو عيسى قاسم لم تقام فيه الصلاة شفت إلى أي درجة يعني غسيل الدماغ ونشر المدعبية هذا واضح لكن اسمح لي هنا العملية فعلا العملية الأمنية كانت عملية قوية وكان حتى فيه هناك بعض الإصابات في صفوف الأمن بالإضافة إلى قتل من الطرف الآخر هل تتوقع أن القبضة الأمنية ربما عمليات الأمنية تزداد بمزيد من الحزم في الفترة القادمة مع استمرار التحريض الموجه من إيران ومن حزب الله لا بد من الاستمرار في الضرب بشدة هذه جماعات إرهابية مما درست وتعلمت عن الجماعات الإرهابية ترى على فكرة ترىهم أجبا مما يتخيل المجتمع ولكن للأسف هناك من يدعمهم خارجيا لذلك أنا أقول لك إجابة على سؤال حضرتك نعم سوف يتم ضربهم وبقوة وسوف يتم دعم البحرين سواء معنويا سياسيا حتى لو تطلب الأمر كما حدث في دوار اللؤلؤة تدخل قوات درع الجزيرة البحرين جزء لا يتجزأ من منطقة الخليج البحرين جزء أهام لدينا دعم قضايانا موقفهم كان مشرف دائما وأبدا لذلك سيكون برضا تحدي التحدي حضرتك سؤالك ترى ذكي بمعنى أنه تحاول تربط لي أن الأوضاع في سوريا وأوضاع حزب الله يقول لك إذا أنت أرخيت لي في سوريا أنا سأرخي لك في البحرين هذا من قراءات بعيدة أنا قراتها لا سوف يستمرون بالدعم ولكن سوف تستمر الحكومة البحرينية بضربهم بيد من الحديد متمثلة في حكومة مولاي جلالة الملك حمد وأنا أتوقع بأن بعد هذه العملية سوف تكون هناك رسالة قوية وخاصة بعد سحب الجنسية واتخاذ إجراءات صارمة وواضحة سحب الجنسية من عيسى قاسم هو أعتقد أنه سوف يطلق صراحة بمعنى أنه لن يتم معاقبته هذا أيضا نعود إلى أن هناك حرية حرية في التفاهم مع من يقوض أو من يدعم هذه العمليات نقول لك البحرين عملياتها مع هذه الجماعات تتسم بالإنسانية وكذلك تتسم بالحزم والقوة شكرا جزيلا لضيفي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد لك بيبان